ضمن جهود قطاع الامن الجنائي لحفظ الامن تمكن رجال ادارة مباحث محافظة الفروانية من القاء القبض على التشكيل العصابي تخصص في سرقة الكبلات الكهربائية اثناء محاولتهم سرقة محطة العرضية دابليو وبعد مواجهتهم ارشدوا عن مواقع محطات كهربائية اخرى تم سرقتها واتلاف املاك الدولة وعددها تسع محطات في مناطق مختلفة كما اعترف المتهمون انهم يقومون ببيع المسروقات على محل يديره شخصين من الجنسية الايرانية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم مداهمة المحل والقبض عليهم وتؤكد الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامن ان الرجال الامن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ان يعبث بامن البلاد او يقوم باي عمل اجرامي او التعدي على القانون حتى يكون عبرة لغيره